السلام عليكم بركة واشركم اتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب مرحبا بكم معي في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بلاتو من الحلويات اللي ممكن تحضروه للعيد بطريقة سهلة بدون طابع من الحلويات الجديدة والمفضلة عندي سنحضره ببيضة واحدة وبكأس واحد فقط من جوز الهند او للكوك كي يجب قرمش والمضاق جاله الجديد كنتمنى انكم تجربوهم فإذا كنتوا تزروا قناة لأول مرة متبخلوش عليها بالاشراك وتفعلوا زال جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات ونضح معكم مباشرة المقادر وطريقة التحضير فبالنسبة المقادر سنحتاج كأس من الكوك او لجوز الهند اللي طحنتوا من قبل يعني وخي يكون عندكم نوعية جيدة ضروري ما تطحنوا شوية من قبل مايو عدل تقريبا 100 جرام عندي كأس الا ربع من السكر وكأس هذا مع مرش من زيت نباتية 25 جرام من زبدة من الأحسن أنها تكون بحرارة المطبخ سنحتاجوا بيضة واحدة سنحتاجوا قبصة من الملح أكيد كيس من سكر فانيلا ممكن تعودوا بفانيلا بودرة أيضا ونحتاج نصف كيس من خميرة الحلويات مايو عادل 4 جرام ونحتاجوا لدقيق الأبيض من الأحسن تستعملوا دقيق نوعية جيدة يعني ان يكون خاص بالحلويات سنحتاج قريبا 400 حسن 450 جرام على حسب الخليط أو حسب نوعية الدقيق فبنسبة للطريقة اخذت إناء وضعت في الزبدة ضفت لها كيس من فانيلا ضفت السكر وقبصة الملح وغادي نخلط هاد مكونات مزيان مع بعض من الأحسن أن الزبدة تكون بحرارة المطبخ بش يسهل عليكم أنكم تخلطوها مع السكر يعني إلا كنتم محتفظين بها كذا في التلاجة فتجبدوها يعني من التلاجة من قبل بالنسبة للزبدة يمكنكم استعملوا المارغارين أو الزبدة حيوانية يعني زبدة دي العبار على حسب اللي متوفر عندكم فكم قاوه هكذا كنخلطوهم زيان مع بعض غير هكذا بيد ديانة اللي بغي استعمل هكذا في الأول تراب كهربائي أو لطراب يداوي أكيد يمكن لي أنا كنفضل هكذا دائما في الحلويات يعني نستعملو هكذا ليد ديانة من بعد ما خلطهم زيان ضفتليهم الزيت وغاد نخلطهم مرة أخرى من بعد ما كنحصل هكذا على كريمة بهذا الشكل سوف نضيف بيضاء من اللي أحسن أنكم تضعوها هكذا ونتهرسوها في زلافة بشي لها كانت خاسرة ولا شيء حاجة يعني لا تضيق لكم المكونات كاملين من بعد كتخلطوا مزيان هاد البيضاء مع هاد الخالط من بعد غاد نضيف كأس من جوز الهند أو الكوك اللي سبق لنا وطحناها شوية ونخلط مزيان هاد المكونات الآن فغادي ناخد صفايا باش غادي نحاول نغرب خميرة الحلويات ونغرب له الدقيق أيضا فكيف كتلاحظوا معي خميرة الحلويات بعد مرات كتكون هكذا مشكلة كويرات غادي نضيف الدقيق أيضا وبالنسبة للدقيق فما كتضيفوش يعني الكمية كاملة كتبقوا كتضيفوه هكذا بشوية بشوية حتى كيتجمع ليكم هاد العجين فالآن كنحاول غير نجمع هاد العجين يعني الحلوة ما كتحتاج أننا ندلكوها غير كنجمعوها هكذا بأطراف الأصابع بحال العجين ديال صابلي فغير كيتجمع وما كيبقاش هكذا كيتلصق كنتوقفوه على الإضافة ديال الدقيق كيكون هدا وشك ديال العجين اللي خاصة نحصل عليه يعني ما نضيفوش كيمية أكتر ديال الدقيق باش العجين ما يكونش قاسح وناشف تقريبا فأنا حتاجيت 400 جرام من دقيق تقدروا تحتاجوه أكتر على حسب نوعية الدقيق اللي عندكم وعلى حسب يعني الكؤوس واش تستعملتو يعني كيمية كؤوس يعني عامرين مزيان أو للا فكذا كيمية قليلة فقط من دقيق وغادي نجمع هاد العجين فالمهم بالنسبة للدقيق تقدروا تحتاجوه ما بين 400 و 450 جرام من دقيق فهنا غادي ناخد هكذا زلافة غادي نوضع فيها تقريبا ملعقة كبار من جوز الهند او للكوك هاد جوز الهند يعني هو اللي غادي نفنده في هاد الحلوة غادي نضيف ليها السكر السكر تقريبا غادي نضيف ملعقة كبيرة ونصف تقدروا تضيفه حتى الملعقتان كبار يعني ملعقتان كبار ملعقتان كبار كنخلطوهم هكذا مع بعض من بعد كناخد هكذا مباشرة الحلوة وكنحاول هكذا نشكلها هكذا طوليا حاولوا يعني ما تغلدوش هاد الحلوة بزاف فانها مازال غادي تزيد تنفخ لكم في الفران وكنحاول نديرها هكذا على شكل هيلال هاد هو الشكل الاول اللي غادي ندير معاكم هاد الحلوة فاسبق لي احضرتها معاكم وكانوا جربوها بناس بزاف وعجباتهم فكنديروها هكذا على شكل هيلال كانوا وضعها في هاد الكوك والسكر ومن بعد كانوا وضعها مباشرة في صينية الفرن اللي درت فيها هكذا بابي كويسون ولا ورق دي الفرن فاهم حاجة انكم تحاولوا كيف تغلدوش العجيم بزاف باش ما تنفخش لكم بزاف وبقى الشكل دياله هكذا مزيان كتحاولوا تقضوها هكذا على شكل هيلال كتوضعوها في هاد الكوك والسكر وتوضعوها مباشرة في صينية الفرن او لا يمكن لكم هكذا توضعوها في هكذا سطح العمل باش كي سهل عليكم هكذا الخدمة تشكلوها على هاد الشكل فهنا غادي نسمر شكل الاول بنفس هاد طريقة حتى غادي نكمل بالنسبة للشكل الثاني فادي ناخد هكذا كيميا من العجين فكنا حاول هكذا نشكلو طولي واكيد ان حتى هو ما تغلدوش بزاف باش كي بقى الشكل دياله مزيان كنحاول نديرو هكذا على شكل دائري وللصق الاطراف مزيان باش ما كيتحلوش كنحاول نقعدو ومن بعيد غادي نرش عليها الكوكوسكار ومضعوه في صانيات الفرن هاد الشكل حتى هو سهل والمنظر دياله كي جزوين بالنسبة للشكل الثالث فانا مصورته الشكل الثالث يعني سهل درتو غير هكذا شكل طولي كيف غادي تلاحظوا معايا هكذا من بعد وتهوى يعني ما كتغلدوش بزاف باش ما كيتنفخش لكم بزاف بعد ما كنكمل ثانيات الفرن الاولى فكندخلها الفران اني كان شاعلت عليه من قبل وخليته كي يسخن داروني الفران ما كيكون يعني سخون من قبل باش الحلوة يعني ما كتسيحش لكم وكيتخسر الشكل ديالها الى عندكم فرن كهربائي فكتشعلوا لها من تحت ومن فوق على مية و سبعين درجات قريبا كتقاو مراقبينها الى طابت من تحت قبل من فوق فكتطبعوا عليها من تحت وكتخ ؟وها تحمرها ك你知道 قليلا من الفوق وادى كان عندكم فرن غازي فماش مش 40 كد شعلوا عليها من تحت الفرن حتى هو يكون سخون بعد ما كتب وكتحمرها كد شوية من تحت كتشعلوا عليها من الفوق حتى Nation وكيكون هذا هو الشكل بعد ما أخرجها من الفران الى اخبطوها الطيب ليكم طغيها فنقصوا للفران ونقصوا للفرن دايروها غير عليه 150 دراجة وكتبقى مراقبينها احتكى طيب تخرجوا صينيات الفرن و تخليوها حتى تبريد تماما بيش لا تهرش ليكم من بعد هنا دوبت شوكولاتة سوداء تقريبا غادي تحتاجه 250 جرام كناخد الشكل الاولي على شكل هلال كنوضع غير اطراف دياله و كنحاول نزول زائد الشوكولات اللي كيكون هكذا ملتحت من بعد تضعوا هكذا في بلاستيك او لوف بابي كويسة باش هدك الشوكولات اللي ما كيستقش ليكم و تخليو هدك الشوكولات حتى ينشف تماما بالنسبة للشكل الثاني اللي على شكل هكذا دائرة فقدنا نوضع تقريبا غير نصف هكذا الشوكولات ما نوضع هاش كاملة بالنسبة للتوزين اكيد انه كيبقى اختياري و حتى الاشكال الى بغيتوا تحضروا يعني اشكال اخرى يمكن لكم انا هنا اعطيتكم غير اقتراح بعجين واحد ممكن تخرجوا منه ثلاث اشكال كنحاولوا هكذا نزولوا الزائد ديال الشوكولات و كنوضعوا فوق من هدك البلاستيك كنخليه حتى ينشف هنا قبل ما كينشف لكم الشوكولات تماما كنزين هكذا بالقليل لعندي من اللوز هكذا لي محمر ومهرمش يمكن لكم زينه ايضا بكوكا و اللي محمر ومهرمش بالنسبة لهذا فنزينهم هكذا بالكوك يعني وحدين غدي نخليهم غير هكذا كعاديين ووحدين غدي نزينهم هكذا بالكوك ثم نزينهم هكذا بالكوك بالنسبة للشكل الثالث اللي حضرته هكذا على شكل طولي كيكون هادو الشكل ديالو يعني طريقة بسيطة كنوضاع هكذا القليل هكذا في الشوكولة وغدي نكمل بها الطريقة حتى غدي نكمل يعني الحلوة اللي عندي كاملة فهي كتخرج يعني كمية مهمة يعني غير كمية قليلة وكتعطينا هكذا يعني كمية مهمة بالنسبة لهذه الطوال غدي نزينهم بهذه اللوز اللي حضرته معكم في البقلاوة اللوز اللي حولته البيستاش او الفصق نفس طريقة قدرتها معكم الكوكاو ممكن هكذا تحضروا او تحولوه الفصق فكيجي هكذا في المنظر ديالو زوين بالنسبة للتزين في الحلويات والكيك من بعد ما غدي نكمل فغدي نخليهم حتى كينشوف هادو الشوكولة تماما من بعد ما كينشوف فممكن انكم تقدموهم هكذا مباشرة او لا تحتفظوا بهم في علبة محكمة الغلق وتحتفظوا بها الوقت اللي حتاجيتوهم هكذا تقدموهم وكيكون هادو الشك نهائي ديال الحلويات اللي حضرت معاكم يعني حاولت هكذا نحضر معاكم حلويات سهلة بعجين واحد كنتمنى ان الوصفاتنا لإعجابكم خصوصا انكم جربوها كنتجي مقرمشا وما داقها اللي داقها كتعجبو فكنتمنى ان الوصفاتنا لإعجابكم ونعجبكم فيديو ما تنساوش الدلو الياجيم تباقتاجوا الفيديو ما استرقائكم مع ايدكم ولكنتو كتزوروا القناة الاول مرة فكنرى حبيكم ما تبخلوش عليا بالاشراك وتفعلو زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات فبيضة واحدة وكأس واحد فقط من جوز الهند اول الكوك حضرنا هاد الحلوة بثلاث اشكال كتعطينا كيميا مهمة كتجي مقرمشا ونبراء وفنص الوقت كتجي شيشا وكتدوب في الفم هنا اكيد غادي نوريكم الشكل ديالها هكذا داروري ما كتحمروها شوية يعني باش كتجي مقرمشا هكذا من بره فكنتمنى ان الحلواتنا لاعجابكم وتجربوها وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوا اشتروا الياجيم وترجعوني خصوصا بتعليقاتكم وما بقى لياه غير نخليكم مع السور ونقول لكم تلقى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة